السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في وصفة جديدة اليوم سوف نحضر معكم مالكة اللي كتجي بنينة والديدة بربعة دي النكاهات اللي كتكون مختلفة لبعدها وهكيا كتجينا بنينة سبق لي وكان حضرت منكم جمعة دي الوصفة دي المالكة واحتى هادي كتجي اروع ما يكون مطاق الديد بزاف غادي تجربوها وغادي تنال اعجابكم فعلا كتستحق الجريبة وما تنسونيش بلايك ديركم وتعليق زوينا اللي كان دائما كانت سبعها وشكرا بزاف لحسن المتابعة دي الكمية اللي اعطتني دي الكوكو هادي كاملة كما اكتلكم باربع نكاهات مختلفة كيف ماشتو غادي تجربوها وغادي تنال اعجابكم عندنا انك هادي الشوكولة انك هادي الليمون او الحامض وايضا عندي انك هادي الكعامل وانك هادي المربة اللي كيكون صارحة واحد المدقات مزوينة بزاف نبدأوا بالطريقة والمقادير اللي سهلة واكيد غا تنجح معكم من اول تشريبة اتجربوها ان شاء الله نبدأوا بالطريقة هي الاول مهم هنا بالنسبة للستيفة ديال بلاتو هاكا باش تشوفو الحلوة دي انا كي كتجين من اعطار ديال هازوين بزاف هاكا غير نسكيلو ديال الكوكو وتشكلو بيه بلاتو ديال حلوة صافي غادي نحتاج هنا نسكيلو ديال الكوكو من بعد ما نقيتو بهات الشكل هادا غادي نقيتو وهكا نحيد منو هاتو كل الحجارات او كنحيد منو تكل كوكو والكي كون مسوز بطبعات الحال هادا باش يمكن لي انا نديرو في الفران من بعد ما صهدتو تقريبا خمسة ديال دقايقاش شوية عندي هنا الفلون عندي هنا يابنك هالكاراميل عندي الشوكولة عندي الفاني وايضا خمارة عندي جوج حبة ديال بيت كاز ديال سكرسانيدا وايضا عندي موبشور ديال الحامض او ايضا عندي شو مع الكبار ديال المربع المش ميش ممكن تعويضوه ديال الفخيز مهم اللي بغيتو من بعد هنا يعلى الكوكو كنضيف عليه كاز ديال السكر ويكون شوية سخون ماشي بستافو لكن يكون دافي داك الكوكو ومع تكسانيدا باش كابني كنطحنوهم كي كينساجموا بع بعضياتهم ما كيعدبوناش هكا فاش كنبغون دلكو من بعد هنا غادي نحاول انا يعني نطحن نص الكيمية بنص الكيمية نص الكيمية الاولى خليتها شوية غليطة ونص الثانية عادرتها مزيان بهتطريقة عالي صافي من بعد غادي نديرو حد الحفرة في الواسط وغادي نضيف على المكونات اللي بغينا نضيفه عندي هنا يا جوج ديال ليسا الشي ديال الفاني هنا يتحدف لي المقطع ما عارفت علاش مهم ضفت هنا جوجو بيضات وجوجو معالق كبار ديال المربا هدو مالمقادير اللي يدرت معرفت عاش تحدف ليه او انا كنت حب محبسة الكاميرا وعندي بالي ركن صور مهم جوجو ديال البيضات وجوجو معالق كبار ديال المربا وايضا من بعد قسمت الكوارات على هاد الاقسم هادو مهم اغي قسمتهم يعني معبرتهم ما قالو القسم الاول غادي نضيف له انهاي يفلون بالنتهات الكرامي بهاد الكراميل بهاد الشكل اعضا كاعدة واحد الماطق للد رائعة جدا لهاد المال كادينا عم ديال لها لالفلون من بعد احناي الثانية غادي نضيف لها قشرة الحامض اللي اكتهي كاعدة واحد اللي انتعاش في هاد اللغيبه هادي كجي بنينة بنينة بزاف وعم من بعد غادي نضيرو الثالثة عو ثاني اللي غادي نضير لها الكاكاو بالنسبة للكاكاو غادي نضير هنا سبعة في المية سبعة جرام ديال كاكاو ما يعادي لنا ملعقة صغيرة مملوء جيدا من الكاكاو صافي وغادي نخلطوا هكا جيدا صراحة يجي زبين بزافة ما تقدير شكولات بخصصا هاد نوع هاد لي ما كيكونش ممر بزاف وكيكون لما تقديرو زبين بزاف مش هي عكس انك تديروه تلك الكحل كيش ممر هادا كيعطين ما تقزوين صافي من بعد هنا هاداك الرابعة هنخليها هاكاك طبيعية كيف نحن ديه صافي من بعد انتم كيما لعتوا غادي نجي بانو فيها آآ سكار سبيسيال ما انك تتبع جاهز عندينا شوية ديال الكاكاو كونكاستي واللوز كونكاستي انا يكن عندي لو شوية اديروه غادي نديرو شوية ديال الكركاع غادي نحتاج وحد دليف اغندير فيها شوية ديال مظهر غادي نستعن بالميل عقاب طبيعي الحال اللي غلقا ناخد بها لانو الخالد ديالي جاري بهات شكل هادا صافي غادي نحاول انا نشكله مع شكل الكوريات بهات شكل هادا وكنفن دهوم فسكر كلاسي كنعاود انا نفن دهوم فسكر كلاسي حتى نسالي هادا كمية كاملة شوفوا الطريقة كيفاش كندير باش كيتلبس كنلو بات شكل هادا طريقة جيد سهلة واد حاكي ما كنعودكم دائما كنديرو صافي من بعد عادي نجيبت اللاطة عادي نتقنص فيها بات طريقة هادي باش نتوزور الشكل الثاني والثالث والرابع بات طبيعة الحال هكا كتجينا غريبة من السما وزوينا بساب وكننا نديرو لها حبة ديال الكركة بالنسبة اللي بنات اللي بغو يبيعوها لكوموت بالنسبة الكوكا وراد زاد في الثامن يعني قد نحسبوها بالتسعين درهم للكيلو صافي من بعد غادي نجيب الثانية اللي بطبيعة الحال اللي بقيلة بانك هادي الكارامل او عفوا انك هادي الحامض حيث الحامض درت لعكون كاسة والإيفيلة والي درت فيه الكرامل والشوكولات راكم درت فيه الكرقاع والاخرى غادي نخليها طبيعية اللي غادي نتفلها غي السكر فقط صافي من بعد هادي غادي نشكلها كدروري كندير شوية دي الماء او الماء الظهر انا كنفضل الماء الظهر باش يكون هاكم نسم صافي من بعد هادي هادي نحاول انا نجيب حبة ديال السوريز ديالنا سوى حمراء وسوى خضراء وكمقا ونديروها شكل هذا وكمقا قد وكمحول وان انا نخورها زيان نخ Rh global باش هكا مته فشو خطي حلين نمة طبقتك الحبة المجموعة صافي انتم كما لحتو من بعدى نجيب الثالث لي هو ديال الكارامل غادي نشكلها الكريات غادي نضيفها في اللوز ايفيلة من الاحسن كوكو حتى ندرناها بكوكو يعني بكوكو صافي من بعد انا غدا نحاول انا ننفندها بتشكل هذا ونبقى هكما استمرحت مثلي الكيمية كاملة اللي عندي بنسبة للشكل الرابع غادي ننفندوه صافي ننفندوه في سكر كلاسي كما درنا اللولاني فقط هكما باتش نكتر عليكم لما راحي وانتم ما كما لاحظوا صار هكا جميلين بعدها شباتني بثاف هاته الطريقة هذي وهكا كتع تكون موحد بثاف ديال كما كان قلو بثاف ديال النكهات مختلفة وكي جنا بلاطن مشكله هكا صراحة زبين من صغمة لابعتوا دروا هاد الحيوة في المولي النبوي الشاريف ديروها صراحة كتصدق مياه في المياه صافي وغادي نبقى هكا مصد مرة صافي من بعد هنا ما طيبتهم من التحت هو الاول عفيع ليوم الفق حتى كتشقونا خمسة دقائق ونطلعو من الفق خمسة دقائق وكن نخرجوهم بصحة وراحة من نسبة لباش دهنتهم دهنتهم بغيب النباش هكا باش يجيو كيبريو وهدو مشكله ديالنا ليستفنى في البلاطو صراحة روعة مضاق جديد لا يقاوام صراحة لعشق الكوكو ان شاء الله ندير معكم حلوة شداد واقتصادية طبيعة الحال تسمنى تجربو هاد الحلوة دي لفعلا كتتصدحق جريبة رائعة جدا ترجمة نانسي قنقر